الصورة تقول الكثير عدن تحت الإرهاب وفي كل يوم من أيام عدن والإرهاب عداد الموت لا يتوقف عشرات الضحايا بين قتيل وجريح سقطوا بتفجير سيارة ملغومة استهدفت مقرا تموينيا لقوات الحزام الأمني في حي عبد العزيز في المنصورة على هول الصدمة استيقظ السكان وضجت المدينة بأصوات سيارات الإسعاف والمنقذين وتلك مشاهد لافتة في الآونة الأخيرة لسكان العاصمة المؤقتة حيث شهد هذا الحي ما يقال الآن أنه أعنف هجوم إرهابي وقع في حي مكتظ بالسكان العملية التي تأتي بعد نصف شهر من الهجوم على مقر قوات مكافحة الإرهاب تترك تساؤلات عن مصير الخطط الأمنية التي تتحدث عنها الأجهزة الأمنية بين وقت وآخر غير أن أكثرها عنفا هذه التي ضربت مقرا أمنيا للحزام الأمني صباح اليوم هذه أو تلك هي عمليات متقاربة من حيث التوقيت لكن من حيث الدلالات فهل سيكون من السهل تحليل الموقف على المتابع لمشروع الإرهاب في عدن الآن بعد أيام من حدوث سلسلة من الانفجارات والاغتيالات إذ لا يبدو في أغلب الهجمات الإرهابية في عدن سوى هدف واحد مقرات الحزام الأمني ونقاط تفتيش وأئمة مساجد ومسؤولون عسكريون تسمع في وسائل الإعلام الناطقة باسم هذه الأجهزة عن اجتثاث الإرهاب والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن عدن لكنك على الأرض لا تلمس سوى المزيد من الارتخاء والهشاشة الأمنية في مواجهة هذه العمليات التي تقع على التوالي وتمثل تحديا أمنيا لسلطة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وقبله الحكومة الشرعية ومن خلفهم التحالف العربي الذي دأب على تشكيل فصائل وأجهزة أمنية بمسميات مختلفة لكنها فشلت في الجانب الاستخباراتي وهو ما يكشف ليس القصور للتحالف العربي بل والفشل أيضاً فمن تحليلات الهجمات تنسب إلى فاعل داخلي أكثر مما هو خارجي إذ لم تنجح الخطط ومع كل عملية تكشف أما عجز هذه الأجهزة أو تخبطها بينما تبقى الكثير من الشكوك تدور حول من يحرك هذه الأذرع في العاصمة المؤقتة لم تعلم هذه الجرائم اليمنيين كيف يغادرون هذا الوضع الكارثي التي تعيشه البلاد وليست عداً وحدها في زمن الحرب ولم تمنحهم سنوات العذاب هذه ولو شيئاً من العقل لمواجهة الإرهاب بأنواعه والعمل على مواجهة هذه الأزمات متعددة الوجوه لا سيما نافرة الدم التي لا تتوقف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر